يا أخوي العنم السواد ويعني والله لو في حساب سكن واحد من بيت الباس كمان ماين باعه بعشرة ريال ماين باعه بعشرة ريال ماين باعه بعشرة ريال فيه اسكليتي يا أخي الله أول شي السلام عليكم رحمة الله وبركاته ثاني شي الله يعطيكم ألف عافية على الدعم الجبار ثالث شي جمعة الخير طلعت لي فكرة جديدة فكرة اليوم رح تكون أني أعرض أشياء غالية بسعر رخيص فيه دراسة بريطانية تقول أن فيه دراسة صارت على مئة شخص والمئة شخص هذول يتقسموا كل واحد خمسين شخص خمسين شخص الخمسين الأول يبيع جوال الآيفون بسعر أربع علاف ريال اللي هو سعر حق الآيفون نفسه والناس الثانية تبيع جوال الآيفون بسعر ألف ريال طبعا هذه الحسابات كلها بالدولار بس جبتها لكم بالريال فلاحظوا أن الناس اللي عندها مبلغ أعلى أو سعر منتجها أعلى هي الأكثر مبيعا فهذه اللحظة طلعت لي فكرة كذا بسيطة تقول سوما لنا تجرب إنك تبيع شيء عندك غالية بعشرة ريال دورت الشيء كذا غالية أبيحها بعشرة ريال طلع في راسي حسابي سكيلتون حسابي ما أحتاجه قلت يا رجال خلني أعرضه بحراج المدة ساعة فقط طبعا السلسلة هذه يسمع مزاد المتطرين قبل ما نبدأ في مقطع اليوم لا تنسى تضغط على لايك وتشت في القناة باقي شوي ركز معاي ركز معاي ركز معاي باقي شوي على 100 ألف متابع فلا تحرمنا من هذه الفرحة اضغط على لايك شايفك اضغط على لايك واشترك وفعل الجرس قسم بالله العظيم حقيني التنبيهات والجرس إني أحبكم لأبعد درجة وخلنبدأ في مقطع اليوم لا كذا أوكي أول شي راح نسوي راح نغيري الشاشة كذا ونروح إلى موقع اسمه موقع حراج طبع المقطع هذا مو إعلان لا تجيني يقول والله المقطع على هذا والله العظيم حراج ما يحتاج إعلان ونكتب حراج وندخل على موقع حراج بعدا نروح لحساب يا أنا عندي الحساب حق إيش حق الجفيول هذا راح أحذف إعلان الجفيول وغير صورة عشان ما يعرفون اللون بيعرفون الحساب موثق وعرض الحساب وشوفوا الناس اللي بتتصل عليه هل في ناس بتصدق وحس في ناس بتسبني يا كذاب يا حيوان خلنبدأ ونشوف أروح أصور الحساب من الداخل نشغل اللعبة وصور الحساب من الداخل وأجيكم الحساب يا عيال فيه أشياء كثيرة قسم بالله العظيم قبل ما ندخل الحساب قبل ما ندخل الحساب في 1900 في بوكس أتمنى من الشخص اللي يشتري الحساب هذا ويشتري شي لا تنسوا كود لاتمشوب VXB حرفيا راح يدعمني بشكل مرة كبير VXB VXB اتأكد أنك حاط الكود هذا وبخلي لك 1900 حلال عليك نروح هنا ونجي نشوف وش في الحساب فيه سكنات كثيرة حرفيا وسكن بوكس سكنات الحزم والحساب هذا من زمان معايا ترى له ثلاث سنوات ممكن فيه سكنات كثيرة 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 مرة مرة ومن أقوائهم سكن سكيلتون يا جماعة الخير سكن سكيلتون أخ والله العظيم يعني ما عليه والله ما عليه لا تزعل والله لا تزعل أني بأفقدك بسم بالله أني بأفقدك والله العظيم بس عوافل نرجع الله يسلمكم للمكان حق حراج والروح حراج تمام بعدين وين كيف نضيف إعلان إضافة إعلانك أيوة الإعلان حقك عرض كيرات للبيع عرض قطع غيار لا 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 عرض باب عرض عقار عرض عقار لا عرض جهاز البيع ممكن عرض مواشرات عرض سلعة أو غير مصنفة أيوة أتعهد 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 يارب يصدقون يعني يارب يصدقون اخفي الرقم عنوان الإعلان حساب نادر حق يوتيوبر يارب يارب لا تضبط حساب يربط في في نادر جدا وسعره عشرة ريال للتواصل بحط رقمي كمان إن شاء الإعلان انتقال الإعلان حساب يربط سوني وين صورت هلو أيوة 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 في رقمي في كل شي خلاص كذا الأمور تمام كل علينا الحين ننتظار رمينا السنارة وننتظر الانتظار بإذن الله نيجي شخص صدقي يستاهل حساب هذا يلا نشوف عاد شو قلون مدري أنا حصلت واحد كاتب عذر أنا بيع حسابات تيك توك ومدري ايش ومدري طيب طيب يعني وش يعني تبي تشتري في شي نسيت غير الاسم مفروض العددات غير مسمى العضوية آه أوكي خلال سنة شعرات جدني شعرات يا رب يا رب يا رب يا رب يجيني واحد يستاهل قسم بالله العظيم ننتظر ننتظر تعليق جديد كم لفلك بالسيزن وتورين بليز رد لسه 94 لو لا لفلي 94 قسم بالله النبي صدم والله يعيال النبي ايه والله النبي صدم 10 ريال يما بيصدعون يعني أنا حط لك اني فبيح الحساب يقول الله يوفقنا يجمعين عرض 10 ريال قسم بالله يا أسماء يا أسماء صدقيني بعشان ريال كيفك تبي تشتري دور لك الخير تكفى أنا غيرت اسمي شلت اسمي حطيت فيوار كذا عشان ما يصدقون لهم يعرفون اسم حسابي صدقي شكرا الله يوفقك ويوفقنا أنا أنا في حساب بأشتري وبأقول لك والله لأ لأ تأخر وأنا أسفة بس الله يرزقنا ويرزقك يا عمي يا عمي يا عمي الحساب ب 10 ريال فرصة يا أخي فرصة يا أخي اغتنمها حق يوتيوبر بسرعة العرض يوم واحد 10 ريال 10 ريال صدقني ما راح تحصل أسماء صدقيني والله العظيم صدقيني طبعا أنا ما راح أبيع للشخص اللي يتصل عليه يما ترفع الضغط أسماء لوكم كان أسماء وش بتسوي قل لي بالله قل لي لوكم كان أسماء وش بتسوي يلا يلا الله يرزقنا السبعين يوجد رد جديد يلا خنشوف أسماء شقالت طيب أنا عندي سوني لسه ما اشترت سوني آخر أبغى سوني آخر بشوف وأكلم خلاص منها من هنا اليومين لأن والله العظيم أبغى اشتري أسماء مو سوني هذا والله مو سوني هذا بي سي هذا يربط في بي سي وب 10 ريال لو ترحي المتاجر يبعونا بل فين بل فين و 500 ريال صدقيني يا أسماء خذيه صدقيني كيفك والله كيفك ايش اسكنات كيلتون نادر يما أسماء ما تعرف شي واضح لازم تتصل والله مستحيل مستحيل وش السيزونات كلامك كثير أسماء كلامك كثير يبين تشترين تصلي على الرقم ونتفعهم عارب تفكيرك الشيطاني الخسيس قاعد أشوفك يعني تتاخذ الرقم أسماء ردت مرة ثانية طيب أنا مو بالرياض بجدك ايه تحسبنها شارية دمية أتوقع أنها تحسبنها شارية دمية مو شارية سكن خلاص خلاص أعطيك العافية يما 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 ما تفهم ما تفهم والله والله ما تفهم بي آخ أنا عارف إن في واحد في التعليقات يقول والله أهلوني مكانها قالوا ليه ما ترد عليها ما دقت واللهي ما دقت صفوا مرة ما دقت يما 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 وقل له روحي نادي أخوك تعالي حدث الصفحة آخ الرد وين فيه هذا آه هذا تعليقي خلاص خلاص بس نسحب عليها ننتظر شخص يتصل أي شيء سعر رخيص ما تشترونه تحبون الغالي أنتو أنا روح أجيب لي قهو ويجي محسن مع طاحت تبقوا الغالي بس هذا أنتو ما في شعرات جديدة ما في أحد يشتري مالت عليهم ما يعرفون والله ما يعرفون ما أبغى نزل في إنستجرام وفي السناب وأقول لهم تعالوا ما أبغى لابع دقائك والله طولنا يا أخي والله والله طولنا يا أيان لذى الدرجة يعني واحد رسلي فويس يتني رسالة في الخاص سلام عليكم ورحمة الله وبرك بي حسابات فورتنايت أوكي أهلا وسهلا كيف حساب نادر 10 ريال ثماني خلني أبعد لكم كذا كيف حساب نادر 10 ريال أهلا لا صد حتى هو بو صدق دي أشيلكم دي حقة الدعم اتصل نتفاهم هذا شكل حق حسابات صدق أشوف هي والله يعرض حسابات قبل يومين قبل يوم يربط بي سي ما عندي رصيد تجي نست ترسلي محادثات صوتية لا أتصل لا لا أبغى رقم ما أبغى يعرف أني أنا أو سامة اتصل رقم ما عندي يربط سوني لا لا مربوط في جوجل الحساب له معي ثلاث سنوات يلا ننتظر 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 رد أشوف الصدق قعد مربوط في جوجل أنا ضايع من عندي لبك أعطي حسابة جوجل تقول خذ الحساب تفضل لقطة الموسم يمكن يكون رزقك يا خوي ممكن يكون رزقك وات وات حبيبي وات لا بس سلم تسلم وحولك بعد ما تعطيني الحساب لا أبي أبي عشرة ريال بس بس عشر ريال لا أبي بس عشر ريال اتصل عشان نتفاهم تساتر والله الفي ريال مو شينة ها دعا مركز هذه سلسلة سلسلة لا تخربها ورني الحساب كامل جاني في الواكس اتصل علي وش ذا الحساب اللي بعشر ريال اتصل علي عشان تعرف ها مو صدقين الناس لي لي انا كاسر لثوع مو لازم اللي يرايحك اللي ي��تصل والله ببيعة اللي مما مو تتصل يقول الآن ما راح بيع ما اقدر لازم تتصل معليش معليش اللي بيتصل ببيعة اللي مما مو تتصل ما راح ابيعة عجزان تتصل ألوه خلك قلت له لازم تتصل ماش دخل مو لازم ما راح بيعك ما راح بيعك حريا أنا انا أبغى واحد ياتصل إذا بدأ ينتشر الإعلان رسالة ثانية ما بتخسر شيء سجل هنا رسالة صوتية وأنا بسجلك إنه ما عندي رقم ما عليش أنا أبي أبيعة الواحد لا تطولون السالفة الواحد يتصل علي يا الله أنا بغير اسمي في الواتس ربي ما أكتب لك الخير أنك تأخذه مو من نصيبك مو من نصيبك مو من نصيبك ما ربي ربي فهمت ربي ما أكتب لك الخير يعني الخير مكتوب الواحد ثاني مو من نصيبك كيف تبغى أتصل أنا أنتظرك أجل أنت نصاب تبي اسحب رصيدي خلاص يا أخي مو من نصيبك ليه تخليني نصاب ليه خلاص أوكي 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 الحساب يسوى ألف دولار وإنت تبيع بعشرة كذاب كلمني ما عندي رصيد ما زاد بيقفل يا جماعة الخير كلمني ما عندي رصيد لا لا تتأمر مو مكتوب لك يا أخي مو مكتوب لك عوافق هذه محالتها للزقالك يا ساتر والله النظرية البريطانية أنها حقيقية الأشياء الرخيصة ما تنبع لو أنها أفضل الأشياء يلا ننتظر يلا أنا هنا موجود أنا حين ريكوردنج له ساعة موجود أنا تعال تعال وش اللي مو مكتوب وش مو مكتوب لك أوه سجل فويس هذا يا عيال سجل فويس هذا شادة صدق يبغاه هذا يبغاه يا عيال بس ما راح أعطيه إلا اللي يتصل معليش والله سجل فويس وخصوص إعلانك حساب فورت فضل يا عيال اتصلوا يا عيال يعني وهل وفي حساب سكن واحد من بتلباس كمان ما ينبع باش ريال ما ينبع باش ريال سوق أم هنت ما ينبع باش ريال في سكنية أخ الله ليه كمان مو مكتوب لك تلمني يا بوك جاب رجال تلمني يلا تلم يلا أنا ما عندي صيد أنا أحلي قام يسبني ليه خاني غير صوت ورد عليه لني صوت كبير هل حياك الله يا حبيبنا الله يسعدك هل حياك الله يا حبيبنا الله يسعدك يوم بيسمى صوت أوه أعطاني بلوك آآ لا ليه يا عيال ما تصدقوني أرغب عليكم يا أخي والله إني ببيع بعشرة ريال والله والله إني راح أبيع بعشرة ريال سكني بلوك شف يقول بلوك وتبلع يلا يلا عوافق هو يحق لها والله يحق لها ما في شيخ بعد عشرة ريال لكن عشرة ريال مثلا ما رح تخسرك يعني ما رح تخسر منك شيخ كم تعال وسيت أقول لك عشرة ريال تقول لي وسيت kk أم想 أدق على ما أم想 أدق على ذلك 소لي يه نسخ الرقم أدق علي لا لا خلّ أم حق أم لا عليهم أمنا allí الحديق هنا تحس بقيمة المزات بكلالا عرض بيتنا بخمسة ريال فتشترونها ولا لا مالله قار يا أخي هذا يقول لي 10 ريال يقول لي جيب وسيط كم تعال بوسيط تعال وصيط حلوه حلوه 10 ريال يا أخي جرب جرب حظك يا أخي يحقلك أنت يحقلك يعني إنك تضمن حقك يحقلك أيكوشلشل بنتظر إعلاناتهم الله الدراسة البريطانية حقيقية يا عيال والله حقيقية أنا باليدخل ما حين بيبحث عن رقمي نمبر بوك أنا متأكد متأكد أنه راح يبحث عن رقمي نمبر بوك ويرجع لي توقعاتي تقول كده ممكن ما تضبط عد والله يسبني سب ألوه باقي لأني قلت لا مو مكتوب طيب ممكن الشيء ذا صدق مو مكتوب لك يا أخي ليه الناس الرسالة رسالة جديدة يا عيال 10 ريال تم وسيط والعمول علي إش فيه ذا ما بي وسيط يا أخي ما بي وسيط بتصل ما بي وسيط بتصلنا تفاهم الله ما تحصون واحد مثلي قسم بالله طيب يا شرين وشرين آه هذا الرجع من جديد أماك ما تبي يا أخوي أهى ما تبي وسيط ياب باتصلنا تفاهم طيب يا شرين وشرين هذي أنا حطل استفاهم لماذا؟ عندك سناب لا 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 رقم هذا رقم حاطة حق الشسمة حق المتر لا رقم بس كيفكم والله كيفكم موضوع راجعلك أنا ما رح أبيع للشخص اللي يتصل موضوع يعني مو بيدي والله مو بيدي الموضوع الموضوع مو بيدي المزاد عندي موضوع مو بيدي والسلسلة هذه ممكن أن تشتري في السلسلة هذه هذي تشتري في السلسلة الجاية بس راح أجيكم بخبث الآن وإن الجاية يعني يعني قلت شفتوا واحد ما يبغى يربح هذا أنا يا عيان ما أبغى أربح والله ما أبغى أربح أبغى الشخص اللي يأخذ الحساب هذا أنه يكون مثانس بس ويكون مكتوب له يا أخي أوه مسميني حرامي هطف يا ساتر والله مسميني حرامي هطف هذه كلها كلها بتنحط فالشتراكم أدق عليه أدق عليه لازم أكبر صوتي لازم أخلي صوتي كبير السلام عليكم والله العظيم الناس غريبة قسم بالله قسم بالله غريبة خلاص أنا ماليدخل يا الله يا فتاح يا عليم يا الله يا رزاق يا سميع يا الله يا فتاح يا عليم يا الله يا رزاق يا سميع يا الله أنك ترزقني الشخص اللي معاه بي سي ولد صغير عمره بين عشرة بين سبعة بين سبع سنوات إلى خمسة عشر سنة ويحب يلعب في فورتنايت يا الله يا رب ومع بي سي يا الله يا رب إنك ترزق أنه يجي لحين يالله يا رب أيوة جاني شعار يا الله يا فتاح يعليم هنشوف عشر ريال اي نعم اي نعم اساذي اي نعم اي نعم و الله عشرة ريال و الله طوّلت يا أخي ستين دقيقة ستين دقيقة ريكوردينج ثلاثة واربعين دقيقة الإعلان الشكل رح يخليها بس ساعة واحدة ينزل فيها الإعلان ويختفي اللي يشتري يشتري اللي يصدق يصدق اللي ما يصدق ما يصدق أوكي جانا شخص ثالث يقول يربط إكسبوكس لا لا بس بس في سي كم سكن ممكن خمسين ممكن خمسين كذاب لذلك درجة أنا وليش بضبط الإعلان مو مصدق يا عيال خلا أصبا أخذ آخر اثنين والله والسلسلة مستمرة على الحساب السلسلة مستمرة بس أنتوا جاهزوا وضعكم وانتبعوا الإشعارات وكل شيء السلسلة مستمرة حربيا والله أود أنها يأخذها واحد بس ما أحد خذها يا الله يا رب يا الله يا رب قبل دقيقة هذا وش أرسل عشر ريال يب عشر ريال يا أخي وش فيكم يا عيال ما أنتم صدقيني وليش بالضبط شوفوا هذولي الناس اللي كلمتهم واحد ثنين ثلاثة ثلاثة شخاص كلموني هنا ناس جوني في الواتساب نخلي كاميرا هنا فوق شرايكم يلا نبي شخص يتصل يا أخي نبي شخص يتصل اللي يتصل رح يأخذه ما راح أجبر أحد يعني ما راح أجبر أحد والله العظيم أنه يشتري قسم بالله لأنه والله يا عيال أني طفشت الصدق اللي يتصل علي راح يأخذه اللي ما راح يتصل ما راح يأخذه وبس تاقي قدامهم الحين ست فأعلمكم الحين الفقرة هذه مدتها ساعة والله العظيم غيرت رأيي مدتها ساعة تمام كم لنا حطي الإعلان كم لنا 47 دقيقة يكمل ساعة الإعلان دقيقة 47 دقيقة 47 دقيقة يكمل ساعة الإعلان خلاص نوقف ولا نوقف والله والله واللي رفع سبع ونزل سبع أني يتي صادقة واني راح أبيع بعشر ريال وقسم بالله العظيم في هذه السلسلة ممكن تشوف أشياء غريبة ممكن تشوف أشياء كثيرة بس قسم بالله العظيم النيتي اني أبيع بعشر ريال والله العظيم أبغى أشوف نظرية الشي الرخيص ما ينشرى والشي الغالي ينشرى تبغى أشوف النظرية هذه يلا نشوف أيو أيوة جانا واحد جانا واحد يربط غير البي سي للأسف لا يا عمي بعشر ريال وش فيكم يتشرطون لا تتشرطون يا عيال بعشرة تكفين باقي عشر دقائق والله خلاص كنت حسبت والله كنت حسبت بدأت تحسب يا عيال يوم شفت واحد يقول لي ألف دولار والفين ثلاث رسائل كامل معلوماتها لا والله مو كامل معلوماتها لا مربوط مربوط في جوجل قسم بالله العظيم إن الحساب مربوط في جوجل لثلاث سنوات عندي مو عندي لبك حقه والله العظيم إني صادق يلا عجل عجل قدامك تسع دقائق عجل عجل لا تروح عليك الفرصة حرام إنها تروح الفرصة عليك عزيزي الشخص اللي دخل علي أنا قلت ما راح أبيع الحساب اللي الشخص تصل علي كامل الإعلان باقي لسد دقائق من راح يكسب يا جماعة الخير من راح يكسب غيرت حساب نادر بعشر ريال كتبت حساب فورتنايت يربط بي سي نادر جدا وسعر عشر ريال يا أخي قسم بالله هذه هذه عروض الشتاء يا عيال هذه عروض الشتاء لازم تستغلها يا أخي لازم تستغلها أحس اللي دق علي أحس اللي دق علي إنه الحين متوتر ما يدري أنا صادق ولك هذا بس ما يشوف المقطع راح يندم والله راح يندم والله والله أنا راح يندم وتذكر كلامي يا عيال يالله يا فتاح يا عليم يالله يا رزاك يالله يا فتاح يا عليم الإعلان بقي إلى أربع دقائق أربع دقائق يا عيال أربع دقائق وينتي أقوى عر موجود في هذا الموسم أربع دقائق من الشخص اللي راح يفوز فيه من الشخص اللي راح يستغل الفرصة مين سعيد الحظ يا جماعة الخار تكفر خذوه أيوة موفق أوكي يا أخي بعشر ريال يا أخي يا أخي بعشر ريال شهر ريال يا أخي خذها تعال وياك يا رب وياك يا رب عثم بالله قهر ما شو فينا بغبيعة يا مرزوي 57 دقيقة بقي ثلاث دقائق ثلاث دقائق طيب عشر ريال تجيب شهور مصاروخ ياب 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 ولا ألعب فيه دقيقتين وينسحب صادق صادق تدخل معاه دس وتفتح شير تصل علي يا أخي لا لا ما عدا بغبيعك مش يقصد أني كذب ما بيعبيعك التوفيق أكتب له هذا كان مقطع يوتيوب يوتيوب وش حاب تقول للناس لأن المزاد مدته فاعة ويقفل وما أحد شرى الحساب التوفيق يا قلبي أنا سيلك كنترول سي كنترول سي ترسله بدين تروح هذا كذا ترسله عشان خلاص ينسون هذا كذا هذا كان مقطع يتيوب وش حاب تقول للناس للمزاد متى ساعة يقفل ما أحد شرى الحساب بالتوفيق يا قلبي هذا يكلم بيرطوه تفاق بزي دقيقة يلا باقي آخر دقيقة خلاص هذا لي ما عدا راح أبيعهم اللي قبل شيء ما عدا راح أبيعهم خلاص قفل المزاد يلا باقي باقي شوي حيال باقي شوي يقفل المزاد باقي شوي ويقفل المزاد ساعة تمزاد اليوم يا جمعة الخير ما توقعت من صدق أن النظرية هذه راح تكون صح الله يعطيكم مالف عافية شكرا على المتابعة الحساب هذا ممكن ينعرض في السلسلة الحلقة الجاية إذا عجبك مقطع اليوم لا تضغط على لايك تشترك في القناة الحمد لله من باع سلام شكرا على المتابعة